أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 546.034 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية وذلك بداية من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضي وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 2 مليار و55 مليون جنيه وأوضحت الوزارة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت عددا من التخصصات منها أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة والعيون والعظام يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم وبتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة